تشير البيانات إلى أن الدول العربية ومن بينها العراق توجه تصاعدا في التهديدات المخلة للأمن والاستقرار من التنظيمات حيث دخلت أكثر من عشر دول عربية قائمة أعلى عشر دول من حيث التهديد في العالم وفقا لمؤشر جي تي آي وفي هذا السياق يأتي العراق في المركز الرابع بين دول الشرق الأوسط من حيث مستوى التهديد بينما تليه سوريا وأتيت أفغانستان في المركز الثالث عالميا ووفقا للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية لإزال العراق معرضا للتهديدات حيث تستمر قوات التحالف الدولي في أداء دورها لمكافحة التنظيمات التي تهدد الأمن والاستقرار في البلاد وإذا تأكدت قوات التحالف الدولي من عدم وجود تهديدات جديدة للأمن الوطني العراقي فأن هناك احتمالا لتفكك هذه القوات ومغادرتها لأن الخبراء يرجحون استمرار وجودها نظرا لأن أكثر من 80% من القوات المسلحة العراقية تعتمد على الأسلحة الأمريكية ولذلك يتوقع يتطور التعاون بين بغداد وواشنطن إلى شراكة استراتيجية لضمان الأمن والاستقرار في العراق وتشير التقارير إلى أن هناك بؤرا خطيرة للتنظيمات المزعزعة للأمن في العراق والسوريا حيث يوجد أكثر من 10 ألاف مقاتل ينتمون إلى التنظيم بالإضافة إلى تنظيمات أخرى الاجتماعات المستمرة على مستوى عالم بين بغداد وواشنطن تهدف إلى دراسة وتحليل طبيعة التهديدات وسبل مواجهتها وتحديد الدور الذي تلعبه قوات التحالف الدولي التي ما زالت متواجدة بطلب من الحكومة العراقية